لو انت موظف اتش ار وعندك مجموعة من الموظفين مثلا انضم محارسا للعمل او عندهم كيس معينة عايز تبعت لكل موظف فيهم ايميل في بياناته وتحط ناس في السي سي تقول لهم الموظف ده مثلا انضم للعمل او اي ان كان الرسالة انت عايز تبعتها بس انا حبعت مثلا لعادة كبير جدا من الموظفين وليكن خمسين او مئة موظف ازاي يقدر اعمل الكلام ده بترقى سهلة جدا هل هتخش على الايميل بتاعك وتعمل الايميل الاولاني تحط في الموظف وتحط في بياناته وتحط الناس اللي في السي سي وترسل وليكن تخش على الموظف التاني نفس القصة تحط ايميل وتحط بياناته وتحط ملفاته تحط الناس اللي في السي سي وترسل طبعا مضوء مرهج جدا طب ازاي يقدر نعمل الكلام ده بترقى سهلة جدا عن طريق الاكسل هتشوفوها النهاردة معنا في الفيديو ده طريقة سهلة جدا زي اللي بيانا قدامك كده انا عندي شيط اكسل في الموظفين فيه ارقامهم الموظفية فيه الادارة بتاعتهم في ايميلاتهم وفيه الناس اللي هتروح لهم الايميل في يعني انا هنا هعط bad rechmidt 10 الموظفين او 10 ايميلات في اضفهم هنا وهنا عندي حالة الايميل هل تم ارساله او فشل للارسال لو تم الارسال هتظهر لي هنا تم الارسال بعد ما حطيت بيانات الموظفين وحطيت منتانا مثلا الملف بتاعها اجي هنا اقول لهuje كده واروح اشوف في حلقة حالة الموظفين تم الارسال هاروح افتح الاميل بتاعي حلقة ان هو ارسل الاميل اهو ده الموظفين ده الموظف الاولين اسمه طارق. وطبعا الموظف التاني دلوقتي هيتبعت له الايميل هو كمان اهو. الموظف التاني اهو. تم الارسال للموظفين وحط الناس اللي انا كنت احيطهم في السيسي حطوهم معاه في السيسي. حط كمان طبعا اقدر ارسل الكلام ده لميت موظف او اكتر بدغط الزر واحدة. تعالوا نشوف مع بعض ازاي اقدر اعمل الكلام ده بطريقة سهلة جدا باستخدام الاكسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اطار ازدان. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي يقدر اربعة مجموعة من الايميلات العادت كبير جدا من الموظفين. وكل ايميل يحتوي على بيانات الموظف ده الواحد. تعالوا نشوف ازاي نقدر نعمل الكلام ده مع بعض النهاردة. وطبعا قبل ما نبدأ لازم في شوية شروط كده نعرفهم عشان نقدر نعمل العملية دي. النهاردة طبعا الطريقة ديت هتم عن طريق الاكسل. فمحتاجين شوية حاجات جنبها كده عشان تتمي بشكل صحيح. اول حاجة طبعا لو هنبعت الايميل باللغة العربية لازم نتأكد ان بتاعت بتاعك هي اللغة العربية. هنخش هنا على بعدك هتروح على تيجي هنا على وتختار اللي هي تختارها العربي. اللغة العربية. اختار اللغة العربية بتاعت دولتك. خلاص? عشان تدعم الارسال باللغة العربية. وبعد كده هتدوس اوكي. تاني خطوة عندنا مهمة برضو انك تكون مسطة بالايميل اللي انت عايز ترسل منه على يعني مسلا هنا اهو. كده جاهز اهو. حاط عليه اللي حرسل منه. ولو جربت ابعت منه عشان نتأكد انه شغال. يبقى في كده اول حاجة. هنبعت مثلا لنفسنا او لحد معين. مسلا نقول له نرسل الايميل تست. خلاص عشان اتأكد بس ان الايميل شغال في الارسال ما فيش مشكلة فيه. كده هو شغال ارسل بشكل صحيح يبقى بتاعي شغال مية في المية. خلاص دول خطوطين مهمين جدا. تالت خطوة عندنا مهمة ان انا الملفات اللي انا عايز ارسلها للموظفين او تكون موجودة عندي على الجهاز بتاعي. واعرف اوصل لها يعني يعني انا حبعت مسلا للموظفين طارق واحمد. كل واحد فيهم لي رقم وظيفي. فانا احط او اللي هبعته برقمه الوظيفي بتاع طارق ده. واخد بتاع الملف ده احطه في شيط الاكسل. دي تالت خطوة عندنا مهمة. بس هنشوفها دلوقتي لما نروح نفتح شيط الاكسل. تعالي نفتح بقى شيط اكسل ونبدأ كده نزبطه ونشوف هنرسل ازاي. نيجي كنفتح عادي. نفتح شيط اكسل عادي جدا اهو. شيط اكسل جديد. هبدأ هنا اعمل بتاعتي او الاعمدة بالترتيب اللي هقولك عليه. لازم طبعا تكون مرتبهم بناء على الكود اللي هنرسل منه. فانا الكود اللي ارسلت منه النهاردة اللي انت شفتو ده. في ترتيب معين. يعني اول عمود ده يكون لازم اسم الموظف. هخليه هنا امبلويني. وتاني عمود ده الرقم الوظيفي للموظف. ممكن تكتبهم باللغة العربية مش هيفرق معنا في حاجة. بس ترتيب الاعمدة هو اللي يفرق لانا بقوله خد العمود الاولين ده مسلا هو ده الاسم خد منه الاسم والعمود التاني خد منه الرقم الوظيفي وهكذا. فمش هيفرق معي ان اسماء الاعمدة بالعربة او الانجليزي لكن ترتيبهم هيفرق معنا. طيب تالت عمود هتخليه ده او القسم والعمود رقم دي هتخليه هو الايميل والعمود رقم اي هتخليه ده ما صار الايميل اللي هترسله العمود رقم اف هتخليه الايميل استيتس او سنت استيتس. سنت استيتس. عشان تزهر لك في حالة الارسال بعد ما يخلص ارسال وهنا العمود رقم جي لحد العمود رقم او انا ما اديك عشر اعمدة كاملين تحطوهم في سي سي لو انت عايز تحط سي سي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة احط اللي انت عايزه. هسميه سي سي ايميل. واسحب بقى لحد العمود رقم او لان انا كده كده مخصص لك عشر اعمدة هتحط فيهم استي سي بتاعك. بقى عايز تخليهم من واحد لانتها تربعة براحتك مفيش مشكلة. اول موظف عندي هقول مسلا طارق محمد. رقم الوظيفة للموظف ده مسلا مية خمسة وخمسين. ده اللي ده رب بتاعته تكنولوجيا المعلومات. الايميل بتاع طارق ده. هحط ايميل طارق. هحط الايميل. تعالوا بقى نشوف الاتاش منت باس. هنحط هنا الملف اللي انا عايز ارفقه. طبعا مش بحط الملف نفسه بحط المسار بتاعه. فهنا الموظف بتاعي اللي هو اسمي طارق ده رقم الوظيفة مية خمسة وخمسين. هنفترض دلوقتي ان انا عندي ملفات طارق على الجهاز اللي هي ملفات انا اوخدهم او اي حاجة. على الجهاز بتاعي حضيهم رقم مسلا مية خمسة وخمسين للسهولة يعني هسمي الملف كده مية وخمسة وخمسين دوت بدي اف. فهنا مسلا لو عندي الملفات خلينا نشوفها كده مسلا هنكون مخزنينها في مسلا على الجهاز بتاعنا او في اي مكان. فده ادي الملف بتاع طارق اهو اللي هو مية خمسة وخمسين ده في مسار هعمل دلوقتي اخذ المسار بتاعه حاجة هنا وراح واخد المسار بتاع الملف ده كده وراح احطه في هنا كده كليك يمين واقول له خلاص هنا ادي الفولدر اللي جواء المسار بتاع الملف بتاع طارق. بكمل عليه بقى وحط كمان سلاش واقول له مية خمسة وخمسين دوت بدي اف خلاص بالشكل ده كده. وادوس حاجة هنا ده طبعا دي حالة الارسال انا ما بكتبش فيها حاجة. بحط هنا الايميلات اللي هتروح لهم في السي سي مسلا. هقول له ده الايميل اللي انا عايزه يروح في السي سي خلاص كده. وطبعا لو عايز احط اكتر من واحد هحط اكتر من واحد. نيجي على الموظف البعد نقول له احمد طارق. رقم الوظيفة احد اتنين تلاتة. مسلا. الادارة الحسابات. نحط ايميل احمد هنا. نقول له مسلا. ده ايميل احمد. ونيجي نحط برضو مسار بتاع احمد هنا. ممكن ناخد المسار ده كده كابل. ونحطه هنا عند احمد بس نعدل في الاخر اللي هو رقم البي دي اف بتاعه. البي دي اف بتاع احمد كام? نيجي هنا في عندنا. هنلاقي البي دي اف بتاع احمد اللي هو الف ميتين اتين وعشرين. هنغير بس الاسم الملف الاخر نخليه الف ميتين وعشرين وندوس انتر. طبعا امتلك من اهم الشروط انك تتأكد ان الملفات دي اه مسارها صحيح او الوصول لها صحيح. تعمل ليه مسلا عايز تأكد تاخد المسار ده كده كابل. وتيجي هنا. كليك يمين وتقول له او تبحس عن عن عشان لو انت بتسادي تبحس عن عن تفتح بالشكل ده وتكتب فيها المسار كده وتقول له اوكي. لو فتح معك بالشكل ده خلاص يبقى المسار اكسيس او لو ما فيش مشكلة خالص اهو. ده كده انا احطه او ده بتاع طارق يعني مجرد مسانة الموظف اللي اسمه طارق. نقفل ده كده ونيجي هنا برضو نشوف مين هنبعت لهم في السي سي نحط برضو ايه? ممكن النفس الايميل انه هطوه في ساي سي. طب لو ما حطتش حد في سي سي عادي اه عادي. لو ما حطتش العشر ناس سي سي. وحطت واحد بس او اتنين او تلاتة او اربعة عادي اه عادي. مفيش مشكلة. حط زي ما انت عايز تعط. لو عايز تعط ناس في السي سي. ماشي. لو مش عايز علي تحط حد خالص في السي سي برضو ما فيش مشكلة. خلاص كده خلصت نيجي بقى على الخطوة بتاعة الارسال. ازاي هخليه يرسل وازاي هخلي يقرؤ الداتا او البيانات اللي انا حدى تفشية الاكسل دي هنيجي كده عندي على الكيبورد وندوس على الت وف 11 عشان افتح 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 بتاع اا مايكروسوفت اكسل ونيجي هنا وندوس على موديول هيفتح معايا موديول جيد بالشكل ده فاضي كده خالص وهسيب لك كود في ملف تيكست تحت الفيديو ده هتنسخه وتحطه في الموديول ده او في الشاشة دي الكود اهو هسيبولك تحت الفيديو تاخدوا كده كله كابي كنترول سي او كليك يمين كابي وفي البيجوال بيزيك فور ابليكيشنز هتيجي هنا كده هينزل معاك الكود هنا بالظبط طيب هتلاحز حاجة مهمة جدا ان الكلام العربي اللي كان مكتوب في الكود هناك اتقارى هنا على انه رموز غريبة اللي هي علامة الاستفهام دي احيانا كبيرة جدا البيجوال بيزيك فور ابليكيشنز ما بيقراش لغة العربية لما تاخدها كابي من ملف الملف التاني فانت هنا لازم تكتبها بيدك باللغة العربية يعني مسلا لو لاحظت كده في التيكست هنا اللي عند اللي انا مدهولك هتلاقي انا اكتب لك كلام ظاهر عربي عادي لكن لما تيجي تنقله على مش هزهر لك بالعربي فانت ممكن تغيره بالعربي هنا كان ده عنوان الايميل العنوان اللي هيتبعت به انا هنا كاتب مباشرة الموظف مثلا مباشرة الموظف وهتلاقي هنا بيزهر اسم الموظف بياخد اسم الموظف يحطه بعدها بعد علامة دي وبعد كده برضو بيحط رقم الوظيف للموظف تمام هنا برضو في كلام برضو بالعربي اهو ظاهر لك بعلامات تعجب هنا برضو هتكتبه باللغة العربية لسا ده مسلا الكرام ده كان النص اللي مكتوب بس هو اتحول بعلامات تعجب واستفهم كده غريبة اه هنا ممكن اكتب لهم مباشرة الموظف وتحت منها هنا هيزهر اسم الموظف اهو امبلوي نيم طبعا هو هعرفك بياخد الكلام ده ازاي وهنا هتكتب رقم الوظيف للموظف لان هنا الامبلوي اي دي رقم الوظيفي او الرقم الوظيفي هنا برضو تكتب الادارة او القسم مثلا ولكم الشكر ولكم الشكر دي في النهائة والختمة في نهاية طيب تعالوا نقرى الكود ده ونشوف الكود ده بيعمل ايه طبعا مش هنقد نقرى الكود واحد واحد انا عايز بس اعرفك الاعمدة اللي جوه الكود عشان ديت هي لو انت غيرت او عايز تضيف عمود جديد تعرف تعديل فيه ازاي طبعا هو اول عمود هنا العمود رقم واحد ده بقرأ منه الامبلوي نيم هنا اهو عشان كده بقول لك ترتيب الاعمدة مهم يعني الموظف اسم الموظف العمود رقم واحد طبعا هو بينزل سطر سطر ياخد سطر بيبدأ دايما من صف رقم اتنين لان دايما اول صف فوق احنا سيبين اول صف فوق ده ده بيكون في اسماء الاعمدة فانت طبعا لازم تمشي زي انا عملتي كده اول صف ده اسماء الاعمدة تاني صف دي بيانات الموظفين بقى بيبدأ يقرأ من الصف رقم اتنين العمود رقم واحد ده اسم الموظف العمود رقم اتنين هنا اهو ده بتاع الموظف او رقم الوظيفي العمود رقم تلاتة هو الادارة بتاعة الموزف العمود رقم اربعة بيقرأ منه الايميل بتاع الموزف وبعد كده بيقرأ الايميل من العمود اللي هو رقم من سبعة لخمستاشر عشان يحط الناس في طبعا زي ما نقلت لك احنا عاملين عشر اشخاص يتحطوا في هنا طبعا لو انت عايز تضيف حاجة فبتضيف اللي هو حطه للعمود يعني مسلا لو انت عايز تضيف مرفق لكم بشارة الموزف وتحت منها يزر اسم الموزف فبتاخد اللي هي ديت كده لان هو قرأ الدات اللي فيها حطها هنا عايز تحط الرقم الوزيفي للموزف فبتاخد اللي هي الامبلوي اي دي او الامب اي دي حطها كده فيظهر له رقم الوزيفي في الايميل بعد ما خلصت خلاص اعمل اي حاجة هنا بعد كده اقول له سيف وهحفظ ملف الكله ده بصيغة الماكرو اللي هي احفظه في اي مكان ما عايز احطه في مسلا هسميه هنا اميل بعد كده خلاص بصيغة الماكرو اقول له سيف واقفل شاشة دي واروح افعل الماكرو في الاكسل هاجة هنا واقول له اوبشنز هاروح بعد كده على تراست سنتر تراست سنتر سيتنجز لازم افعل الماكرو لانه مش هيرسل غير لما الماكرو يكون مفاعل واحاجة هنا على الماكرو واقول له اول ماكرو اللي هي الاختيار الاخير ده وادوس بعد كده اوكي واوكي ومهم جدا لازم اقفل الاكسل كله ولافل الاكسل وارجع افتحه من جديد احنا حطوناه على الديسكتوب بره هنا اهو افتحه من جديد بعد ما باحفظ العادلات لازم اقفله افتحه من جديد خلاص خلصت طيب تعالوا بقى نشوف هنرسل ازاي عايزين نرسل عندك طريقة اولى وطريقة تانية سهلة هنعمل لها كمان شوية طريقة الاولى هتدوس على اف تمانية هيفتح لك شاشة الماكرو كده في اختيار اسمه هتدوس عليه وتقول له بص كده عمل لك وهنا في حالة الايميلات او حالة عمل لك فيها ان تم الارسال بشكل صحيح هندوس اوكي ونروح نشوف هل تم الارسال بشكل صحيح ولا لا تعالوا نفتح كده الايميل بتاعنا اهو اللي بنرسل منه اهو ارسل اهو منه ادي الموظف الاولاني اهو الاسم طارق محمد رقم الوظيفة كده وراح القسم بتوع مكتوب اهو بشكل صحيح وراح معاه القتاش منت اللي احنا ارفقناها من شوية الموظف التاني برضو اللي هو اسمه احمد بياناته اهيه اللي احنا دخلناها بشكل الاكسل وبرضو هنا القتاش منت بتاعته اللي هي بتاعت الموظف الاسم احمد طارق خلاص يبقى دي حاجات مهمة جدا لازم تاخد بالات منها طيب تعالوا بقى نعمل الارسال بطريقة اسهل مش عايزين نرسل عن طريق التو اف تمانية عايزين نتخصص زرار كده للارسال ندوس عليه سل بيروح مرسل على طول طيب هنعمل الكلام ده ازاي لازم افعل في الاكسل حاجة هنا على وبعد كده هروح على وبعد كده هروح على وحاجة هنا على اليمين هلاقي حاجة اسمها هدوس على علامة الصحي كده وقول له اوكي بفعل الشريط بتاع حاجة كده على هنا طبعا لو انا عايزة حط زرار الارسال هنا في نفس شرك هيدي الاجست ه muchos هحاطوه هنا لو عايزة عامل تاني وحط فيزرار الارسال هعمل تاني كده واروح هناك احاط فيزرار فهنفترض مسلا احنا عايزين نحط زرار الارسال هنا هاجه على وبعد كده هنا هروح على وهختار بوتن اللي هو الاختيار ده هدوس على بوتن ده كده وحاجة ارسم مكان الزرار اللي عايزة احطه عندي فيال شريط قال قليل شكل الزرار بتاعي هختار الارسال اللي هو ده اللي هو ده اللي انا بارسل منه ويقول له اوكي. هينزل ما أجل زرار بالشكل ده واسمه عايز اغير الاسم ده واعدله. يمين على الزرار. وحاجة هنا اقول له عندي. لو انا عايز اعدل فيه اللون او اي حاجة هجي كده كليك يمين عليه وقال له فورمات. واختار هنا اللون مسلاً اخلي لون الزرار خليه باللون بل شكل ده كده مسلاً لو انا عايز اغير حاج البتاع اغير من هنا ما فيش مشكلة خالص. لو انا عايز طبعا التكست بتاعه اغيره. هغيره من هنا. هقول له سند طبعا دي كلها تغييرات في شكل الزرار والالوان وكلام ده كله يعني فانت العب فيها براحتك مفيش مشكلة. واحدث بعد كده اوكي. ادي كده الزرار بتاعي مفاعل اهو. حمسح دول. عشان هجرب بالزرار الجديد لانا عملته. طبعا هو الاس ما اتغيرش ليه. ممكن كده. اغيره من هنا برضو. اغيره من اقول له. سند ايميل ناو. فو تغير كده عادي وبرضو اقدر من هنا كده. اغير النص بتاعه. اغير حجم النص. كده مواجه هنا. على هوم ادي له حجم اكبر شوية وبولد ومفيش مشكلة. عادي يعني اتعدي فيه زمان انت عايز. طبعا احنا خلاص كده هنجرب بقى الزرار الجديد ندوس على سند. شوف هنا قال لك ايه. كده عن طريق الزرارة على طول. ولو روحتي هنا في الارسال حلاقي دلوقتي انه هيتم ارسال دلوقتي هيجو بسرعة اهم دلوقتي هتشوفهم. اهم ارسلهم بالفعل اللي هو الساعة اربعة وعشر دقايق اهم. هو ارسل قبل كده. فده الجديد هو اللي من زيرو منت. نفس كلام عند الموظف التاني من زيرو منت. عايز اتأكد ممكن نحزف كل الاملات دي ونبعت من جديد. طبعا عادي لو ما فضتش الكولوم ده ما فضتوش عادي. هيرسل عادي وهيحدس البيانات هنا. هنقول له سند ايميل ناو وفيش مشكلة. هارجع هنا كده. ادي الاولين ارسله. وادي التاني ارسله نفس الكلام. طبعا الكلام ده كله برضه هتلاقيه في يعني في يعني في يعني هو بيرسل يعني لو رحت على في هتلاقيه هو ارسل بالفعل للناس دي كل شوية يرسل لهم الاملات اللي انت بتبعتها يعني. فكده ايه? كده خلص خلصنا موضوع قصة الزرار. طب انا عدلت وعملت الكود وزبطت كل حاجة وحد الملف ده. الموظف يشتغل عليه ومش عايزه بقى يجي كل شوية يدوس على قلت وف احداشر يعدل لي هنا جوه او يلعب في حاجة هنا جوه ويبوصل لكود بتاعي. ازاي احفظ الكود ده بباسورد من غير ما حد يعدل فيه. طيب هنيجي هنا برضو زي ما دخلنا كده هندوس على قلت وف احداشر عشان نخش على بتاعنا هتلاقيه هنا فوق هو اسمه باسم الملف بتاعك كليك يمين عليه كده ونقول له نيجي هنا كده ونروح على نختار ده ونقول له اي حد يشوف بتاعي الا لما يكتب ده وحط زي ما انا عايز. حط باسورد زي ما انا عايز اكرره تحت هنا تاني واقول له اوكي واقفل الشاشة دي. طبعا هدوس عشان احفظ. ماشي الاول وبعد كده اقفل الشاشة دي. وبرضو هنا سيب نفس القصة. طيب لو جيت دلوقتي دست على قلت وف احداشر هتلاقي الكود ظهر عادي اهو. ما ليه عم اعملنا باسورد على ايه? والباسورد مش شغال ما انا دخلت عادة اهو. لازم تقفل الملف. بترجع تفتحه تاني. عشان تتأكد ان الكود اشتغل معك ومحدش يقدر يعدل على الكود اللي انت كتبته. تعال ندوس كده دلوقتي على وف احداشر. فتح معي شاشة فاضية. حاجة افتح بقى عشان يشوفوا اللي جواها. قال يكتب الكود والباسورد عامل اللي انت هتضمن شوية. هكتب الباسورد. فتح معي اهو الموديولز وادخل على الموديول بتاعي. هلاقي جوا الكود اللي نعملته من شوية اقدر اعدل فيه وازبط فيه اي حاجة. طبعا حاجة مهمة جدا برضو انه هو بيقرأ الداتا اللي موجودة في الشيت اسمه عشان ما حدش ييجي يعدل في الشيت اللي هو ده ويغير اسمه اي اسم تاني ويجي يرسل مش هيرسل. لو مسلا لو سمينا الشيت ده امبلوي. اهو مسلا خلينا الشيت ده امبلوي بس شكل ده. وقلت دلوقتي تسندي ملنا ومش هيرسل هيديني اقرر اهو لان اسمي الشيت تغير. طب الحل ايه? الحل يما سيب الشيت ده او لو انا عايز اغير اسم الشيت باي اسم تاني هروح رايح على ملف او على الكوت بتاعي وغير اسم شيت جواه حطه بنفس اسم الشيت ده. هدخل على الكوت بتاعي قلت وقف احداشر وحاجة هنا على شيت وانا سميها امبلوية اهي. وهدوس بعد كده سيف عشان احفظ وهطلع تاني وهدوس ارسل حيرسل عادي. خلاص يبقى مهم جدا. الاعمدة عندي ترتيبها مهم. اسم الشيت عندي مهم. طبعا اللغة العربية زي ما قلنا لازم تكون مفعلة على الجهاز. يكون متسطب ومضافة الايميل اللي هيتم الارسال منه لان هو بيستخدم في الارسال. كده يكون درس النهاردة انتهى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.